السؤال من اخونا علي محمد يا متوحد هو لا لو نزلت فيديو كرومة الاشتراك او اي كرومة عمتا لو نزلتها من اليوتيوب واضفتها في الفيديو بتاعي وشلت الخلفية الخضرة هل ده يعتبر محتوى معادي استخدامي ولا عادي طالما حضرتك موجود في الفيديو ودي مجرد اضافات من اجل التجميل فما فيش عند حضرتك اي مشكلة ازاي متوحدة فكرة هقول لحضرتك ازاي تعال مع بعض نعرف اي هي كرومة الاشتراك اصلا وازاي نقدر نعملها على المحتوى بتاعنا دلوقتي احنا عندنا فيديو الفيديو موجود هنا وده بنامج المنتاج بتاعنا هنجيب الفيديو ده ونيجي نحطه هنا ونبدأ ننزله بالشكل ده حطينا الفيديو بتاعنا خلاص بالشكل ده الحاجة اللي مضاف ان احنا نحطها وهي الكرومة نجيب الكرومة كده ونبدأ نحطها في المكان اللي احنا عايزين نحطه نحطها في الاول نحطها في الاخر نحطها في اي مكان طيب نبدأ نشغل كده سوا نعمل السودة نقفل السودة اشتغل بس ممكن حيبقى موجود برضو عندنا في في البتاع فنعمله ونبدأ نشغل بص معي تابع معي كده ده هو قصد الكرومة يعني ايه الكرومة العلامة الخاضرة اللي احنا بنعملها اللي ورانا زي اللي وراي كده اللي هي باشيلها باجي هنا باللون ده وبعمل رموف وابدأ اشيله بحيس ان الحواف مش تبين خالص وابدأ اعمله بالشكل ده وحطه هنا وابدأ اشغل بص هو يبدأ يجي لحضراتك بص اهوك كيانه يشترك سواني اشيل السودة برضو من مرة سيلنت ماشي وابدأ بص معي وركز معي اهو بص شغل هيبدأ يجي لحضراتك الكرومة بالشكل ده كيانه كرومة تشترك يلا سبسكرايب يلا 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 حطها في مكان يمين شوية عشان يبدأ يظهر يلا عندك اكتر من كرومة حضراتك ممكن تستغلها علشان تبدأ تحطها عندك اللايك السبسكرايب اي حاجة حضراتك عايز تحطها حطها ودي كلها حاجات تجميلية في الفيديو طيب انت ليه ما بتحطش الحاجات دي يا متوحد يا فكرة انا عن نفسي ما عنديش مشكلة ان انا احطها بس انا ما بحبش ازعج المشاهد حضراتك عايز تعمل اشتراك اعمل عايز تعمل لايك اعمل عايز تعمل اللي انت عايز تعمله اعمله بس باجي في الاخر ممكن اقول مرة اتمنى تعملي تعليق ايجابي اتمنى تعملي لايك اتمنى تعمل اشتراك مرة كل 3-4 فيديوهات كده كل 5 فيديوهات بقولهم بس على فكرة هي مهمة جدا ان حضراتك لازم حضراتك تعملها لو مش هتقول اشترك في قناتي اعمل الكرومة مفيش اي مشكلة دي مفيش مشكلة وانا مش بعملها علشان انا ذات نفسي مش عايز اعملها لكن حضراتك من حقك ان حضراتك تعملها من غير اي مشكلة طالما الفيديو اللي ورده هو فيديو خاص بيك والباقي هو تجميل فقط لا غير يعني ايه تجميل من اجل تجميل الفيديو يبدأ يعمل سبسكرايب او يبدأ يعمل حاجات دي بص مسلا هنا وجيت هنا بص هو خلصت خلص بص خلصت بس روحت اهي بس اجي اقطع ده ده منوش دعوة خلص ممكن ثواني اجي اقطع ده واروح اقف مسح ده وابدأ احطها في المكان اللي انا عايزه مسلا اخدها مرة كوبي وابدأ احطها تاني هون تيجي هنا وتظهر في الاخر مرة كمان ولو عايزنا كمان هنا اهو تبدأ تظهر المرة التالتة يبقى ظهر عندك الموضوع اكتر من مرة بس ممكن بيني وبينك تحس الموضوع اوفر للمشاهد لو حدلك عايز صغرها صغرها عايز تعملها بصوت اعملها بصوت يعني مسلا ممكن تعملها بصوت او ممكن تعملها بصوت خصوصا ان نعملها سايلانت الموضوع ده ما فوقش اي مشكلة عالي محمد ما فوقش اي مشكلة بالتوفيق جدا ليك حبيت اوضح لك ان المحتوى المكرر هو محتوى ليس لك الحق في نشره على القناة يعني حضرتك لما تروح تجيب حاجات من قناة تانية وتبدأ تحطها عندك هي بدون حقوق بس حطتها من غير اي تجميل مش تجميل بس لا من غير اي اضافة منك انت سواء قيمة تعليمية او قيمة فنية او حضرتك تبدأ تعمل رأكت عليها او اي حاجة من حاجات دي فهي تعتبر المحتوى معادي استخدامه وتكلمنا قبل كده عن المحتوى معادي استخدامه حسيبه لحضرتك في البطاقات وكمان حسيبه لك في ششة النهاية بنتوفيق للجميع كل سنة وحضرتكم طيبين طيبين وبصحة وسلامة وخير ومبروك لمصر السعود لنهائي الامم الافريقية ان شاء الله البطولة من حق مصر ان شاء الله شكرا 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 شكرا